عندي اخين لو انت بتتفرج معنا من اول الفاكرة ديت فانت مبسوط ولسه لسه الانبساط جاي الانبساط اكتر يعني شوية بشوية ومرة اخر لعب ومطش ما لعبوش مطش قدينا مبسوطين انا بنتكلم في الكرة انت بحضر لي حاجة حلوة احلى تصويبات في الدوري السندي ده هاي جوان كتير اول السندي جات في الدوري كلها من خارج منطقة الجزاد من تصويبات كتير جدا وكلها ممتعة احنا برضو اختارنا من وجهة نظرنا بعض الاهداف وبرضو الناس تشاركنا تقولينا رأيها ايه في الاهداف دي فلما نيجي بقى نستعرض بالاهداف برضو انا ايه هاول شوية وجيمي شوية عشان المهارفات اتزال فا اقول لك ايه 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 او انت في الاول قلت ايه انا هاخد اتنين وهو تلاتي اه شفت شفت والله العزيزي طيب تعلم بقى اه مش ده الهدف وبتع بلدية المحلة في النادي الاهلي طبعا الكرة في الاول ما جات في العرضة ولكن تزديدة كانت ساهشف لسه بسألك مين اللعيب اللي جابه شوفت او ادخذ اول احنا ليه طبعا هدف ده كان جميل جدا النادي بلدية المحلة في النادي الهاني مين يا جمال جالجون ماجد هاني تزديدة طبعا 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 الترئيسة هنا من رأس علي معلول وحطها بشمله وهو اصلا يمين فطبعا كانت واحدة من اجمل الاهداف من وجهة نظرنا تشوف الهدف الوراء على طول الهدف ده ليه النادي معتزة ده ده معتزة ده ماتا لا ده الهدف اه معتزة ده برضو هدف ساروخي في حل الجون نفسي ما اكله بقى معتزة ده من افضل اللعيبة برضو السنادي اللي موجودة في الدول المصري ومن افضل المعتزين بصراحة اللي موجودين السنادي وفرق بشكل كبير جدا فيه الساروخ وصعبة جدا جدا وجايف عارفة الكرة اللي بتزغرت كده زي ما بيقولوا في الشبكة من فوق موناسبة معلشة حمودة اسم موناسبة معتزة ده اه اموره دلوقتي لسه متكابلة المصري عايز يجدد له عنده عنده البند بنية الشراء لكن بشرط موافقة اللعب الترجي رجع تاني يكلم معتزة ده في ربع مئة خمسين الف دولار كده تيهين في النص مين هيكمل لسه الرجل ما حسمش امره لكن المصري حابب يجدد طبعا للمعتزة ده عظيم تخش بقى انت يا جم ماشي دي طبعا تخش بقى لبعده عماضين ياس واحد من احلى الاهداف اللي اتحطت الرجل استلم القره على صدرو الرجل استلم القره على صدرو ها من احلى تصيبات اللي دخلت السنادى في الدور ايه الكتاب الموادين في طلاقة الجيش استلم القرها على صدرو بقلبة الرجل بصك peacefully قفلت القره يا كريم في لعبة كتير بتشوت القره صدره foam فالقره دي تروح في السيعة قفلت القره وان هو وقف على رجله كويس ومرجح رجليه كويس وقفر رجله خلاها تروح في أقصى الزاوية لمن في مرمى طلعها الجيش هدف أمادنياس واحد من أحلى الهدف اللي جات من تصيبات في الدوري اللي بسميه دوري التصيبات من أكتر الدوريات اللي فيها تصيبات حلوة قوي احنا عادنا النائي كتير عشان نطلع 7-8 تصيبات حلوة بكنا مع التصيبات يلا الهدف اللي بعديه على طول طبعا عمر كامال عبد الواحد واحد من أحلى أهدافه من تصيبات يعني أنا مطلع لعمر كامال عبد الواحد واحد من إجواله من أحلى الأهداف في التمانية طبعا واحد مع منتخب مصر عظيم في تونس هدف عظيم رجلي مين مع النادي الأهلي ثلاث أهداف برضو يا كريم هدف عظيم تصويبة ومرجحة الرجل والكرة في التمانية رجليه مصبوطة بالسانتي الكرة راح في التمانية والله لو وقف كل حراس الدوري ما يطلعوها بص الكرة راح فيين بص بص خطة فوق في التمانية لو وقف التلت حراس بتوعنادي الاتحاد اللي متسجلين في القائمة كانوش هيشيل الكرة بمناسبة عمر كامال عبد الواحد عمر كامال عبد الواحد هو عمر بردو لا عمر بردو بمناسبة عمر كامال عبد الواحد عمر كامال عبد الواحد بنيان الجسد دي مش ضخم جدا يعني تلاقي عضل رجله ومش عضل كبير قوي فهو هنا عشان الناس بتنفع من اللعيب اللي عنده عضل كتير هو اللي بيعرف في شوت لا او قصة التكنيكي الشوت وان انت بتعمل لك انكل بتاع رجلك بعد ما بتشوت فالكورة بتروح من القوة دي لا وهو لك الدليل الهدف اللي انت كنتوا جايبينه لسه جايبينه بتاع مستوى وفتح في الاهل مستوى وفتح في الاهل مستوى وفتح في الاهل اه 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 طبعا ما ينفعش نتكلم على التصويبات او التزديدات من خارج منطقة الجزاء اه وما نجيبش طبعا هدف لامام عشور واحد طبعا يعني من افضل مساددين للكورة طبعا قنبلة الكورة ما تتشافش ورايحة في حيطة صعبة جدا يعني امام عشور قدام منطقة الجزاء الكورة اللي بتجيله بصراحة اه ما بيستناش يعني فطبعا عمر كمال عبدالواحد لم الرجل وطلحها لامام عشور ما فيش هو محضر وهدف في سقف الشبكة واحد برضو من احدى الهداف كان نفسي اننا يبقى عندهم مثلا تقنية ايسو بيها سرعة الكورة والله يا ليت فيه هدف كتيرة جدا انا هتعدي كلوات كتيرة جميعا دول كانوا الهداف بتاعة التصديدات التصديدات اه ايه كمان بقى اللعب مفتوح اللعب المفتوح فيها هداف كتير أوه حلوة أوه حلوة من لعب مفتوحة عملت في السنةديو عايز الناس تركز في التب 열정 لان لعب المفتوح خطój التصويبات حلاوة دايما الهداف اللي من تصويبات انا عارف جاية من اين تصويبت حلوة شكلها حلوة قوية سريعة لبصت إنما اللعب المفتوح ركز في التفاصيل ده شغل فني بقى شغل لعيبة وحريفة وجاس فني والباس والأسست وأحياناً الإنهاء نفسه بحلو بس حلوته أنا بالنسبة لي ما بعتبروش تصويب عادية يعني في جوال R2 هتشوفها دلوقتي حلوتها بالنسبة لي مش قائسها إن هي تصويبها التكنيك بالنسبة لي جاي من اللعب المفتوح اللي خلق للراجل المساحة إنه يعرف يحطها بالشكل